لم يكن الكاتب المصري يوسف زيدان يتوقع أن تلقى آخر روايته عززيل هذا النجاح عند صدورها ولا أن تكون محل هذا الكم من الهجمات في آن هي قصة راهب مصري في القرن الخامس الميلادي أي عاقب اعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية متطرقا بذلك للصراع الداخلي بين أبناء الكنيسة من ناحية والمؤمنين الجدد والوثيقة المتراجعة عززيل هي إدانة للعنف بشكل عام وخاصة العنف باسم الدين لأنه هو بيهدر حق الآخرين في الوجود رواية اعتبرها المجمع المقدس تعصبا لدى المسيحية إذ تشويه بحسبه صورة الكنيسة مظهرة إياها عنفة وعدوانية ولا سيما في الفقرات التي تتترق لمسيرة البابا كيريلوس هذا تدخل في التاريخ من رجل غير متخصص نظرا لأنه هو غير مسيحي فواضح أن وجهة نظره متحيزة ونظرا لنجاح الكبير الذي حققته عززيل قررت الكنيسة الرد بنشرها كتابا باسم عززيل جهل بالتاريخ أو تحريف للتاريخ بيع منه خمسة آلاف نسخة في المكتبات المسيحية بمصر الكنيسة التي تسعى بذلك إلى إظهار ما تعتبره الحقيقة وكون رواية يوسف زيدان حازت على الجائزة الكبرى للرواية العربية لن يغير من موقفها شيئا كون أنه يدو واحد لمجرد الرواية التانية لا دي واضحا وشي بدع فاني زي ما الغرب كافئ سلمان رجدي على آيات شيطانية ولكن هذا الجدل كان عاملا إضافيا زاد من شهرة رواية يوسف زيدان التي بيعت منها خمسة وعشرون ألف نسخة كما ستترجم إلى عشر لغات منها الإنجليزية والفرنسية في غضون أسابيع قليلة اشتركوا في القناة